بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المصورين قال رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبو الهياج الأسلم قال له علي رضي الله عنه عليه بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدعى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني لا الارتفاع القبور أكثر مما يحتاج إليه هذا من الغلو وهذا يغري الجهال بهذه القبور ويتعلق بأصحابها فالقبور لا ترفع أكثر من الحاجة فكيف بالذين يبنون عليها المشاهد ويجعلون لها السدنة ويجعلون لها من الدعايات ما يجعلون نسأل الله العافية نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال وقول المصنف رحمه الله ولمسلم عن أبي الهياج أي الأسدي حيان بن حسين قال قال لي علي رضي الله عنه هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فيه تصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي لذلك نعم فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي أن يرسله بذلك فأنه لا يدع صورة إلا طمسا ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سواه وأزال ارتفاعه لأن هذه من وسائل الشرك نعم أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله نعم المصور يضاهي خلق الله عز وجل والله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيره نعم وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها تعليت القبور رفع القبور هذه فتنة للناس يتعلقون بها إذا رفعت هو القبور لا يرفع أكثر من الحاجة التي يعرف أنه قبر فيجتنب ولا يداس وأما أن يرفع فوق ذلك أو يبنى عليه بنية أو يجعل له سدنة والعياذ بالله فهذا من فعل المشركين نعم وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من درائع الشرك ووسائله فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته صرف الهمم في ذلك في إزالة هذه القبور المرتفعة وفي إزالة الصور التي تنصب وتقام ويعظمها الناس تعلقون بها كل ذلك مما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم لإزالته وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته كما أوصى علي بن أبي طالب وغيره بذلك نعم ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور لما وقع التساهل في هذه الأمور في نصب الصور والمغالات فيها ورفع القبور والبناء عليها لما حصل هذا حصل والعياذ بالله المحذور العظيم وهو الشرك بالله تعلقت قلوب الناس بها وصرف العبادة لها نعم وجعلوا لها السدنة الذين يجمعون الأموال من الناس عند هذه القبور ويأكلونها ويجعلونها مصدرا لمعيشتهم وأرزاقهم والعياذ بالله نعم ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها لما عظمت القبور وزخرفت وجعل لها السدنة حصل الشرك بالله عز وجل فهذا محذور عظيم من الغلوف القبور والتعلق بها وجعلها في صور تلفت النظر من البناء عليها وزخرفتها وغير ذلك من ما حصل مع القبور وجر الناس أو كثيرا من الناس إلى الشرك بالله عز وجل القبور نعم لا تداس ولا يطى عليها ولا تمتهن ولكن لا يغلى فيها وتعظم ويجعل لها من الدعايات الباطلة ما يصرف الأنظار إليها نعم وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها نعم هذا شيء مشاهد في القبور التي تركت للجهال يزخرفونها ويعظمونها ويجعلون لها السدنة وجبي الأموال هذا من أعمال المشركين ومن تغيير العقيدة والدين نعم فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور كما هو مشاهد وحاصل في البلاد التي عظموا فيها القبور وجعلوها مزارا للناس فتعلقت قلوبهم بها وصاروا يدعون أصحابها من دون الله عز وجل القبور نعم لا تهان ولا تداس ولا يوطأ عليها ولكن لا تعظم أكثر من ذلك وتصرف الأنظار وتصرف النذور الكثير لها هذا مما أوقع كثيرا من الناس في الشرك الأكبر نعم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا نعم هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد بيّن هذا أوضح بيان للناس في أن الغلو في القبور جر الناس إلى الشرك الأكبر وعود الجاهلية التي أبطلها الإسلام القبور لا تعظم ولا يُغلَى فيها وَلَا تُّهَا وَلَا تُّهَانَ وَتُدَاسَ وَإِنَّمَا هَدْي النَّبِي صلى الله عليه وسلم فيها هو أكمل الهدي نعم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يُصلُّون عندها وإليها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك وتعظيم القبور التعظيم الذي يؤل إلى الشرك نعم وَهَا أُولَاء يُصلُّون عندها وإليها وَهَا أُولَاء المُشْرِكُون يُصلُّون عند القبور يقصدون هذا في أن القبور تنفعهم وتصرف عنهم السوء وغير ذلك مما زينه شياطين الإنس والجن لهم فالقبور المذهب فيها الوسط في أنها لا تُهَان ولا تُؤذَى ولا تُعظَّم ويُغلى فيها نعم وَهَا أُولَاء يُصَلُونَ عِنْدَهَا وَإِلَيْهَا صلُّونَ عند القبور رجاء أن تُقْبَلَ صلاتهم وأن تُغْفَرَ ذُنُوبُهم وهذا وسيلة من وسائل الشرك ويُصَلُونَ إِلَيْهَا يُصَلُونَ إِلَى الْقُبُورِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ يُصَلُونَ إِلَيْهَا وَيُعَظِّمُونَهَا وَنَهَى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويُسمونها مشاهد مُضاهاتاً لبيوت الله وهؤلاء بنوا عليها بنوا على القبور مشاهد وصارت هذه المشاهد مساجد تظاهي مساجد الله سبحانه وتعالى نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها أن القبور لا تضاء وإنما إذا أرادوا أن يدفنوا الميت بالليل يأتون معهم بسراج على قدر الحاجة ويذهبون به ولا يتضاء المقابر بأن يجعل عليها أعمدة الكهرباء وما أشبه ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك الأكبر نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السروج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها نعم هؤلاء القبوريون يوقفون الأوقاف على إيقاد السروج على القبور ليظلوا الناس ويصفوا أنظارهم إليها نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء تتخذ عيدا يعني يعتاد المجيء إليها والتردد عليها نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر نعم بل صنف بعضهم مصنفا سماه حج المشاهد والعياذ بالله نعم وأمر صلى الله عليه وسلم بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا قال كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها نعم وعدم رفعها تسويتها يعني عدم رفعها أكثر من الحاجة وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب نعم هذا الشيء مشاهد أما عمل على القبور في غير هذه البلاد ولله الحمد أما هذه البلاد فإن الله صانها وحفظها من الغلوف القبور نعم ونهى صلى الله عليه لسبب دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه تجصيص القبر بجعل الجص عليه والبناء عليه كل هذا من وسائل الغلوب في القبور فالقبور فالقبور لا تهان ولا يغلى فيها وإنما تعمل فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه تجصيص القبر هذا من الغلوب وأن يقعد عليه هذا من إهانة القبر فالاعتدال هو السنة في القبور فالقبور لا تهان ولا يغلى فيها وإنما القبور يعني يزال عنها الضرر والأذى الذي يؤذي الأموات ويفتن الأحياء يزال هذا عن القبور نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كتابة على القبور لأن الكتابة على القبور تصرف الأنظار إليها وأنها تنفع وتذر فيقبل العوام عليها فالقبور في الوسط يعني لا يغلى فيها ولا تمتهن نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها قال الترمذي حديث حسن صحيح نعم نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يكتب عليها لأن هذا وسيلة إلى الغلو فيها وصرف الأنظار إليها نعم وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره هؤلاء المشركون أو الجهال يكتبون عليها الألواح ويعظمونها مما يأول بها إلى الشرك ونهى صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير ترابها القبور يدفن بترابه فقط ولا يزاد عليه تراب آخر لحيث يزيد ارتفاعه ونهى صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه أن يجصص القبر يجعل عليه يجص أو يكتب عليه اسمه يكتب اسمه كل هذا مما لا يجوز يزال إذا وجد نعم أو يزاد عليه أو يزاد ترابا غير ترابه نعم وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص نعم هؤلاء الغلات والجهال يجعلون عليه الأحجار والجص ونحو ذلك من البناء نعم وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص قال إبراهيم النخاعي رحمه الله كانوا يكرهون الآجر على قبورهم نعم كانوا يكرهون جعل الآجر على قبورهم نعم نعم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا للمشاهدة